أقامت مملكة البحرين حفلة تكريم الطلبة الفائزين والمتميزين في التصفيات المحلية لمشروع تحدي القراءة العربي برعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي نعيمي وزير التربية والتعليم وبحضور الأستاذة نجلا الشامسي أمين عام المشروع والسيد سعيد الكتبي القائم بأعمال السفارة الإماراتية لدى المملكة أشد سعادة وزير التربية والتعليم بمشروع تحدي القراءة العربي هذا المشروع المعرفي الرائد الذي جاء بمبادرة كريمة باسم الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة نجح في تشجيع الملايين من الأطفال والشباب العرب على الاهتمام بالقراءة باعتبارها مصدرا رئيسا لاكتساب المعرفة بمختلف مجالاتها وأعرب الوزير عن اعتزازه بالإقبل الواسع من طلبة البحرين على المشاركة في تحدي هذا العام إذ ارتفع عددهم إلى أكثر من 24 ألف طالب نجح 2900 منهم في تحقيق هدف المسابقة المتمثل في قراءة وتلخيص خمسين كتابا من جنيبها أعربة الأستاذ النجلاء الشامسي أمين عام مشروع تحدي القراءة العربي عن سعادتها بحجم الدعم الرسمي المتميز للمشروع على مستوى المملكة مشيرة إلى أن تحدي هذا العام كشف عن العديد من الطلبة البحرينيين المتميزين الأمر الذي يبشر بمستقبل مزدهر للمملكة من خلال جيل يحب القراءة يتخذ من المعرفة أرضية صلبة لتحقيق المنجزات الوطنية وكرم الوزير الطلبة الحاصلين على المراكز العشر الأولى محليا المدرسة المتميزة محليا فضلا عن الاحتفاء بأفضل المشرفين على الطلبة المشاركين إلى جانب تكريم 18 طالبا وطالبا من أصحاب الهمم العالية ذو الاحتياجات الخاصة لمشاركتهم المتميزة في تحدي هذا العام كما كرم الوزير الطلبة الحاصلين على الجائزة الماسية من شاركوا بتميز في الدورة الأولى بقراءة وتلخيص خمسين كتابا ثم نجحوا في الدورة الثانية في قراءة وتلخيص خمسة وسبعين كتابا تم تكريم الطلبة الذين استوفوا متطلبات هذه المسابقة هذا التحدي الكبير الذي يعطي انطباعا بالنجاح الذي حققته هذه المبادرة الكريمة ولله الحمد تشرفت مملكة البحرين في السنة الماضية بتحقيق إنجازات حيث كانت طالبة من مملكة البحرين حصلت على المركز الثالث وكانت إحدى المدارس الخاصة أيضا من مملكة البحرين كانت ضمن ثلاث مدارس تم تكريمهم لتفاعلهم والجهودهم الطيبة التي بذلوها في التحضير والإعداد لهذه الفعالية الكبيرة نحن في وزارة التربية والتعليم لن ندخر جهدا في المتابعة والاعتمام بهذه المسابقة هذا التحدي الذي أوجد حماسا كبيرا في العالم العربي سعنا الله تعالى للجميع دوام التوفيق والنجاح هناك خطة خمسية لهذا المشروع مر علينا الآن عامين وكان الميدان التربوي العربي متكاتف في تطبيق هذا المشروع وكان التطبيق إيجابيا حسب المعايير والتقييم الذي يقوم به المجلس التربوي لتحدي القراءة والذي يضم ممثلي من جميع دول المشاركة وتعتبر البحرين عضو فاعل في هذا المجلس تقدم تجربتها لإخوانها وأشقائها العرب وهناك تبادل للخبرات في هذا المشروع وقد حققت البحرين ما يعتبر نجاح لها وعلينا أن نستمر لثلاثة عوام كي نحقق الخمسين في المائة من طلبة الوطن العربي